هو بشكل عام بخي نقول هذي أهم خطوة أنه يكون يعني حتى لو كان مقلد خالد يعني آي بالفكرة مقلدها ولكن منصن إدينه أوكي يمكننا لحظنا بعض الأشياء الهوت دوغ والشغلات اللي يسوونها بس هم ضايفين عليهم الصلصات مخترعين الأشياء هذة أنتو ما عندكم هذا المعرة ثانية أنا لحي قتلك قتلك هذا لحي نضيع مع الأثنين طيب خلني ناخذ أخوي أنا برجع لك لأنك أنت الماركنتينج و أنت عندك الحكي وايد نحق إبراهيم إبراهيم أنت تشتغل في القطاع النفطي متى بدت عندك موهبة التصوير طبعا هي من زمان بس أنه فكرت أخذها بروفيشنال أكثر يعني قبل كاميرا صغيرة يعني كم أمرك يوم أنت الاهتمام بدأ معك في كان الاهتمام مو قوي حيل يعني أن كل ما كنت سافر أخذ كاميرا صغيرة يعني مثلنا الكاميرات وصافر فيها أخط بالجنطة وصغيرة وهذا بس بعدين بديت أطالع أن أبي أدش التصوير زيادة أبي أتعمق بالتصوير ما الذي يدافع الذي يدفعك أنك تتعمق في التصوير أحس أنه فني شيء حلو يعني الذي يطالع الشيء ويطالع بكاميرته ويطالع حق الناس بصورة حلوة يعتبر فن حالة حل الرسم حالة حل الأدب يعتبر فن وهواية لأن الذي يمسك كاميرا هو ينتقى الزاوية التي يصور فيها الكاميرا سجنها آلة وهي تأخذ أمر من عندك أنت بس أنت اللي تختار الزاوية تأخذ فيها صورة يعني إحنا نقدر نطلق عليك اسم مصور فوتغرافي صح الكلام؟ نعم صح نزين المصور يعني أنت قلت جملة وايد حلوة إبراهيم تقول هي الكاميرا آلة ولكن المصور هو الزاوية اللي يختارها وشلون يلتقطها إذن بهالحالة شلي يتميز إحنا وايد نشوف مصورين فوتغرافيين وننعزم ونروح ونشوف لكن وايد ساعات نوقف عند فنان مصور فوتغرافي كأنه مصورة فوتغرافية كأنها رسمة أو لوحة شن اللي يميز تمييز مصور الفوتغرافي عن الثاني بحيث أنها نقول أن الله طالح هذه الصور وايد حلوة طبعا اللي يميزه زاويته حق الصورة إضاءته وقت تصوير الصورة نفسه لأنه هم من عام الوقت خاصة أن يبغي يصور طبيعة عام الوقت مؤثر عام الوقت إيه لأنه مثلا أنا بي أصور طبيعة إذا يعني بالصيف الشمس وايد غوية ما رح تاخذين صورة إذا أنت بتصورين منظر بالغروب مثلا الشمس تكون هادية تصير حلوة كاملة دائرية وهي يعني طالع الشمس عرفته فتعطي الصورة جمال فطبعا أحلى صورة تصير للغروب والشروق لأن تعطي الصورة لمسة فنية أكثر ثاني شغلة انتقاءها حق الزاوية والوقت حق الصورة نفسه طبعا الكاميرا تساعد هي مو ما تساعد التكنولوجيا الحين تطورت في أشياء عيوب أخفتها الكاميرا الحين اليديدة شلون؟ عيوب مثلا الصورة اهتزازها قبل كان أفلام الفيلم ما تقدرين تحكمين فيه انتي لكن الديجيتل نقدر نتحكم ونمسح الصورة ونحن نتحكم بالإضاءة شون دخل الإضاءة على الصورة لكن الفيلم أنت تشتري فيلم وهو محدد الإضاءة فما تقدرين تتحكمين فيها الحين اختلف الوضع ايه اختلف يعني قصدك مثلا احنا كنا نشوف بعض الصور نطالع حقيقتهم الواقع غير صورتهم وايد أحلى من الواقع صاير تغيير مثلا تقولك والله أنا كان في ويحبوب أو شيء شذي هذا اللي تقصده ايه صار تعديل او في بعض الوخرون لهم أسنانهم ايه صح هذا اللي تقصده ايه هذا اللي تقصده انه تعديل صار كبير بالصور ايه بس انه بعد هذا بعد مو نعمل هذا شيء يعني واحد يطلعونش حلوة ايه ويطالع الحقيقة ينصدم يبراهيم صعبة لا يعني يشوفي الحين المشكلة ايه تتوضل ايه المشكلة انه شنو صار الحين الكلام اللي تقوله واللي أنا قلته اسمه برنامج فوتوشوب ايه حق التعديل بس صارت الناس يعني لما الحين أنا عدل بالفوتوشوب صارت تلفت الصورة حق الناس تلفت نظرهم لما أنا هي بصورة خامة يعني أعلقها بمعرض ما قامت تشد الناس تشد الناس القدامة المصورين اللي صار لهم بعض طويل بالتصوير تلقين على الكاميرا الفيلم يشوف الشيء القديم يحبه ايه صحيح لكن الحين التعديل وتغيير الفلاتر والتعديلات هذة اللي صارت هم من قاعد تشد الناس نعم هو التعديل للأفضل أو للأحسن أو للأحلة أو للأجمل اللي بدر نقول صح ايه طبعا كني صرت مصطفى لها طيب نهي حق خالد خالد مجموعة مواهب كلمنا عن مجموعة مواهب والمشروع متى عندكم وراح يبتدي إن شاء الله وشنو رؤيتكم حق المجموعة مواهب بالفترة القادمة يعني منتاز طبعا نحن إن شاء الله بشهر ثلاثة القادم بتحديدنا بتاريخ 22 رح يكون عندنا معرض بأرض معارض 22 22 ثلاثة ثلاثة رح يكون يعني بتداري إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طبعا المعرض رح يكون إن شاء الله بصالة أربعة بأرض معارض مشهور من 22 رح يمتد إنت شكثر أربعة أيام 22 ثلاثة 24 خمسة يبتدي يعني يوم أحد عندكم رح يبتدي الخميس يبتدي الخميس وينتهي الأحد نعم طيب رح يكون المدتة مثل ما قلنا أربعة أيام رح يضم طبعا جميع التخصصات اللي ذكرمها من خمسة طبعا ما ذكرت خمسة ترى أنت قلت لي الموسيقى ورسم والأدب والفن التشكيلي صح والتصميم التصميم التصوير بعد التصوير صح هذا هم شيء ترى قاعد يمك مصور نعم نعم فضل طيب التخصصات هذه الذكرناها رح تكون بالمعرض أي واحد طبعا عنده موهبة معينة ممكن يشارك بأرض معرض بالمعرض معنا اللي رح يكون مثلا ما قلنا بشار ثلاثة نراح فيه قدر تواصلوا إينا إن شاء الله سواء عن طريق الإيميل أو الموقع أو عن طريق تويتر نعم طيب ممكن أن يجي شيئنا بحيث أنه يعرض مثلا موهبتها أو أن يبرزها نعم فضل أنا الآن رحت لكم زرت ودخلت الصراحة أنا ما بأجاملكم لكن استمتعت وزرتكم مرتين أو ثلاث مرات ما أذكر بس استمتعت الجو اللي دخلت فيه أنتوا كنت ماخدين صالة رغم ثلاثة ولا أربعة أربعة صالة أربعة أعتقد لقيت الموسيقى والمنصة واليهال مستانسين والحركات هذه والشباب زياراتهم وكل واحد كان مستانس وحات كتبه جباله يعني إصداراته وهذا الشيء وايد حمس الشباب أكثر هل هذا الجو اللي عشتوا أنتوا أو نجاح مجموعتكم خلاكم أنكم أنتوا الحين مقدمين على مجموعة مواهم ولكن برؤية ثانية بشكل أكبر كم العدد خالد كان وبصالة أربعة كم العدد الحين بيوصل المشاركين طبعا المشاركات يعني خنقول تضاعفت إلى ثلاث أضعاف من ثلاث أضعاف نعم من السنة طافت إلى السنة هذه فإذا كنا نقول مثلا عن 200 الآن صاروا 600 وأكثر 600 600 مشارك من 600 إلى 700 وأكثر الحين هل بدأوا عندكم يو وحضروا وسجلوا ولا أنتوا حاطين يعني لما نحن بنوصل حق 600 أو 700 نحن نريد واصلين حق المشاركة واصلين ما شاء الله في كل التخصصات الخمسة اللي هي تصوير رسم الأدب الموسيقى الفن التشكيلي صحيح نعم هل نحن فعلا عندنا ما شاء الله شباب عندهم التخصصات هذه والإقدام هذا في الفن والتشكيلي والأدب خلينا نسمع منك خالد هذه نقطة مهمة بالنسبة حق أنت سألتها هل عندنا ليش سألتها سؤال لأننا ليس بينين محتاجين مكان يبينهم محتاجين مكان يحتضنهم محتاجين مكان يوصل رسالتهم الفنية فعشان يدون هل مكان يحتاجين إلى جهة دائمة جهة خي نقول توصل فكر الشباب هذين فكانت هذه انطلاقة خي نقول فكرة مواهب أنه لازم يكون في مجموعة ضمن التخصات هذه عشان تبرزها أنا بس حبيت أوضح أنه أيضا من ضمن المشاركين بينا ذوي الاحتياجات الخاصة نعم هذين ما شاء الله يعني أنا شخصيا انبهرت عندهم مواهب يعني فعلا سبحان الله يعني صج إن شاء الله منهم شي بس الله رزقهم شيء وايد طبعا الهيها قمو بالجسد يا خالد صحيح نقول الاحتياجات الخاصة مشاركاتهم وايد واضحة يعني خصي لهم مساحة كبيرة عندنا بالمعرب مشاركات كبيرة أنه رخ يحب فيهم كل تخصاتهم التي ذكرناها هذه طبعا أيضا احنا مو بس الكويتين احنا فكرتنا كل واحد عندها المواهب هذه نرحب فيه ونرحب مشاركاته نعم فجميع الجنسيات خنقول اللي عندهم المواهب هذه كي شاركونيانا أيضا بالمعرب ولا مقتصر على فأة عمرية مفتوحة فأة عمرية بالضبط تركيز على الشباب ولكن مفتوحة اللي هذا زيند خلينا بسئلك سؤال الحين أنتو تأجرون بوثات حق المشاركين صحيح وشجعت الشباب كثر الله خيركم احتضنتوهم ودعمتوهم لكن خنكون صريحين هل البوث غالي على الشاب ولا السعر زين يا خالد ممتاز هو بداية خنوضح للتش احنا قلنا نأجر بوثات احنا قلنا نأجر بوثات لأن الصالة يعني تحتاج لتكلفة طيب يعني احنا مخضينها تأجير الصالة ضبط تأجير الصالة واحنا سعار بوثاتنا تقريبا يعني اللي قديم من تأجير بوثات كان حطه حق أجار الصالة فعني موقعنا نأخذ احنا مو فكرتنا كلش مو ربحية مو ربحية هذا اللي بوصل لك مو ربحية المهم انكم تسكرون بالضبط تسكرون تكلفة الصالة بتأجيرها وبهالسياخ هذه راح تلاقين ان احنا اسعارنا جدا يعني يمكن مقارنة بأي معارض ثاني بأرض المعارض اقدر اسأل اقول شكثر يعني اذا حالي بشارك البوث يعني شكثر يعني طبعا احنا عندنا مساحة تختلف عندنا مساحة مثلا خنقول 2 وعندنا 3 طيب طبعا هم من على المكان خنقول ابتداء من 155 دينار حق الاربعة ايام كاملة نعم طيب الى خنقول نوصل الى 235 دينار هذا طبعا اللي هو اكبر بوث وراح يكون مكان اماكن معينة مثلا جدا خنقول الستيج او الامور هذه جدا من الباب طبعا تختلف من مكان المكان يعني حسب المساحة هي اربعة ايام يهل الديرة اللي حب يشارك شباب عندكم ونساء ورجال يعني عادي في مجموعة مواهب راح تكون اربعة ايام من تاريخ 12 ثلاثة بإذن الواحد الاحد المات انا معينة لي 22 ثلاثة 22 23 إلى 25 ثلاثة المعرض راح يكون ومنحين فاتحين انتوا بعد شوي راح تشوفون الارقام اذا تواصلون اذا انتوا راضين على السعر يقول خالد الصايغ ان اربعة ايام راح يكون حسب المساحة وحسب المكان سعة المكان فيكون 155 دينار هذه الصغيرة اتقل اثنين في اثنين واللي ميتين وخمسة وثلاثين ثلاثة في اثنين نعم طبعا فيه بالنص سنقول 185 فيه 215 فيه تراوح يعني نعم نعم العام كنتوا نفس الاسعار ولا رفعتوا الاسعار خالق خلنا نكون صادر اكثر صالة السنة طافت كانت اصغر الصالة السنة اكبر صالة ماخذين اللي هي صالة اربعة زي العام كنتوا صالة اربعة نعم بالصالة اربعة حين صالة بي بي فور هذه تعتبر اكبر صالة بارض المعارض او من اكبر الصالات خلول فحجمها يختلف موقعها يختلف طبعا هذه صالات تعتبر المميزة عندهم بارض المعارض فتكلفتها زادت فعشان تأخذون عربون في البداية اللي سجل يعني اي شاب تأخذون عربون ناخذ منها عربون حاليا وخلال الفترة من 10 تأيام الى 14 يوم ممكن نكمل فيها باجر المبلغ نحن بالتجميع ايضا بدفعات مع ارض معارض والامر فعشان نحن نحاول نحصل المبالغ عشان نسكر فيها الالتزام الثانية خالد انتو بعد ما خلصت والعام كم يوم هم اربعة تأيام السنة طافت كانت ثلاثة ايام زدناها السنة وهذه من الاسواب التي ارتفعت تكلفة من صارة اربعة ايام عندكم تسوون احصائية تبين عندكم مدى نجاح هذه المجموعة ولا خلاص انتهيت في تقييم انا اقصد تقييم للعمل اللي انتم قاعد تسوون احنا عندنا تقييم احنا دائما نحب انتابع المشاركين انتابع الناس اللي قاعد حضر نحاول نسجل اخي نقول كيف كان الحضور بكل ايفن طبعا احنا قدرنا سنة طافت طيب حطينا بالنا ان السنة هذه راح يكون ضاعف مثل ما زلنا المساحة ثلاثة اضعاف نزيد عدد الحضور الى ثلاثة اضعاف و اكثر ان شاء الله الفكرتنا احنا كلها نقول اننا نبين نوصل الناس الناس شاركون عندنا احنا هذا هدفنا نبين نوصل هم حق عامة الناس لماذا ما عندهم خلفية عنهم ما تدري مشاركاتهم تبتشوف فنهم عندنا مثل ما ذكرتي عندنا ستيج او بالمسرح رح يكون طبعا جوايد حلو و محفوف و جميع ان شاء الله رح يستمتعون و ندعو الكبار و الصغار و العوائل كلهم يحضرون ان شاء الله و ايانا